علي 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 رموحي عالي بالعلالي 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 علي 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 موسيقى موسيقى أعاليان الصباح متسابق يركض 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 لا مستراح همتنا وحدة فوق الضمان فهد، أرحب بسك الله بالخير أنت بالخير والعافية كيف الحال؟ الله يعافيك طيب، أمورك زينا؟ بشر، نحمد الله فهد، كنت في إجازة العيد صحيح ثلاث أيام صحيح كيف تشوف الإجازة؟ إجازة ممتعة سلمنا على شي باننا وعايدناهم وبشر كل شي نزينا، نحمد الله ونشكره نشكر قناة الواقع علي تحت الفرسل لنا والله ليهين، هم يطول عمارهم يكتب جر لو قلنا، وش اللي اكتسب فهد من هذه الإجازة؟ غير شوفت أهله ومحبينا ولي يتابعونا وش المكسب الحقيقي اللي فعلياً فهد كان بحاجة الثلاث أيام هذولي عشان يرجع في العائد الإيجابي فيها للقناة؟ والله اني شفت عائده وجلست معاه وعايدته وخليت معاه الوقت الكافي كانت في رسالة واضحة من عائد لك قبل لا تدخل القرية في عودتكم؟ اي نعم وش الرسالة تقول؟ كان يوصيني ويقولي شد حيلك وانعدني بل يوصيك شد حيلك؟ نعم يعني حلوه دايماً يذكرك فيني طيب كمل؟ ويوصيني يقول هقوة فيك كبيرة وانا ان شاء الله قد الهقوة ايه؟ ما نحن قدمنا اسبوع اللي راح شي اللي جمنا وقدمنا ان شاء الله الشي اللي يرضي الجمهور يرضي الله قبل كل شيء لكن وانا والله عاد الله العالم وشي السبب اللي سويناه ويطلعنا برايم؟ او فعلياً كلمة يطلعنا برايم هل هي نابعة من داخل فهد انه متأكد انه بيطلع اليوم؟ لان البرايم فكرته انك انت تدخل دائرة الخطر عرفت؟ انت ما تطلع تطلع في البرايم كذا فكرة البرايم انت تدخل البرايم ما تقول انا بطلع في البرايم بعد ما تخلص من البرايم تقول انا طلعت من البرايم اما انك ترجع للقرية واما انك تغادر يقين فهد في هذه اللحظة وش يقول؟ يقول اني بدخل البرايم وارجع من البرايم يعني بتستمر دخولك وخروجك في البرايمات الى نهاية البرنامج؟ باذن الله باذن الله؟ باذن الله طب هذا شيء يعرضك للخطر يا فهد ما عندي مشكلة عرضني الخطر بس ينجيني وش الشيء اللي يتوقع فهد انه ينجي في كل سبت؟ جمهور غالية ولو جمهورة تقصر في يوم من الأيام؟ لا عجي الدمار ما يقصرون يا مشاهد الناس لها ظروفة يا فهد ما يقصرون مهما كانت الظروف يعني احيانا الجمهور ما يخدمك في هذه الأمور من وجهة نظري انا لان مثل ما انت عندك جمهور حتى المتسابقين بعد عندهم جمهور ينفعهم يخدمهم سواء كانت في البرايم ولا خلال نقاطهم في الأسبوع اللي يمر لكن اسئلتك في البرايم وآدائك طوال الأسبوع ما اتوقع ان هذا له دخل في انه ينجيك ولا ما ينجيك باليقين التامة اللي انت جالس تتكلم فيه اشوف اول شي كل شام بيردت له اكيد بلا شك ومن طرف جمهور اخيانا انا متأكد ان كل واحد من اخيانا عنده جمهور وله جمهوريته عند جمهوره ولكن انا اشوف الدمار انه مدمر فهدت تشوف ان الشهرة هي مكسب ولا انت وضعت فيها وما تعرف كيف الخروج منها المكسب والله روش الرجال ولا اللي غيرها كوش يتعود المكسب والله معرفة الرجال اللي هم راش مال وروش هم دايمتم معك دايمة هل خوت الشهرة تستمر ولا لا تستمر مع المطالق حمران الهيوني بمثلكم شرواك شرواك الطيب العوائق هذه بتأثر على فهد في بعد ما يخلص من البرنامج اللي هي ممكن بعض الخوة اللي ممكن ما يكسبها فهد بعد البرنامج اللي ممكن يصير فيها تقصير يصير فيها وعود بمجرد كلام تقل ثقة فهد في الأشخاص يحتاج فهد برايفت هل تعرف ما يعني برايفت؟ نعم ما يعني برايفت؟ برايفت برايفت تقصير برايفت تقصير خصوصي خصوصية 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 لا لا بعتك هي العامية هي برايفت؟ لا بعتك هي العامية طيب اول شي انكسبنا ما كسبنا لوروسي رجال وان صار فيه مثل ما اقول التفكك او قصور وحصل قصور القصور حنكمله وافي يا فهد وكل من يسمعنا ان شاء الله انه بيكون وافي وان شاء الله انك تمثل المدمرين الدمار وتمثل فهد وتمثل عايض أيضاً كونه الآن انت عليك حمل خير تمثيل في دخولك من شرح اليوم مع الجميل جداً عادل ابن هيف بداية قبل لا اختم معك انا احتاج منك نطلع من السيارة شوي او لا؟ لا خاشم يلا قدم السيارة عندنا وفاجأتين الصغيرات نبين اخذهم انزل انزل ان شاء الله رجلينك يطولهم مو ترك صغير خلص ما يحتاج لو ادري ارى ركبتك واره ما يحتاج ركبتك الدافة طيب للذكريات معنى مو بس في قلوبنا حتى في عيوننا ايضاً لذلك انا حبيت في هذه الفقرة يكون لها ميموريز ذكريات لها تأثير في الايام الجميلة هذه نذكرها انا وانتم اعزائنا المشاهدين خلال فقط شد حيلك مع ثلة الجميلة اللي راح تصاحبني طوال فترة البرنامج هذا السلفي اللي تبي تاخذه الكاميرا هذه مخرجنا الجميل جداً ياسر تمام هذه الصورة سلام انا وياك من هنا عطوني اوكي يا شباب بس نخلصها طيب هذه كانت الذكرة الاولى لك هذه قود وانت قود يا مشهد انت القود كله والله جاء نبدأك الثانية بعجالة عندنا برايم الليلة يا جماعة عندنا برايم راح يغادرنا جسد وروح ونفس والله واعلم وش يصير اليوم في المنشرحة يا سامي ما تدري منه يظاهر الاخر لذلك ما ادري اليوم الصدق الله يعينكم هنا ابيك تمثل هذا الرياكشن امام الجمهور تفضل مثل هذا الرياكشن الحالي او انت معي الحالك لا لا الرياكشنات عليكم انا رجال طيب غشي شنيه بحالي كيف يا حسرتي سوي الرياكشن هنا مع الكاميرا شكرا فهد شكرا 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 السوداء ، خالص اخص ، so شكرا